الاسماعيلي وصيرابيكا ماتش كويس الحقيقة ماتش حلو نترج عليه الاسماعيلي بدأ يفوه ماتش أكون أو لا أكون لا هو معنا هو على مش الدرجاتي أكون أو لا أكون النادي اسماعيلي نادي كبير وإن شاء الله يطلع من الكابوة اللي هو فيها دي كابوة خلي بالك لو الفرق وسع مع النادي اسماعيلي يبقى مقفو صعب إنما النادي اسماعيلي قدر يعمل نتيجة مرضية ممكن يكون عد خلاص يبقى بينه ومن الجونة تقريبا فرق هذا بس وعد بس ما دقاء صعب كابتنا علاء لا لا مش صعب والحقيقة وبس يعني أنا شايف برضو ما كانش فيه توفيق في معظم الاختراط اللعيبة جايبين لعيبة برضو لسه صغيرة ولعيبة كبيرة جدا ولعيبة كمي كدها بس مش على قيمة منافسية وزملاءه في الجدوى البعيد العد ومشه النادي اسماعيلي اسمي كبير جدا اللعيبة اللي موجودة لعيبة صغيرة ولعيبة هيلة هيلة تبع الأرض الواقع اسم والتاريخ موجود بالزبط عشان كده بقولك ما كانش فيه توفيق من الناس اللي كانت موجودة سواء جهزة أو إدارة اللعيبة اللي كانت موجودة مش على المستوى النادي مش اسمنا اسماعيلي ليخد نادي اسماعيلي أنا لما كنت موجود في الحلقة قبل كده في الرمونتادة كلمت قلنا إلي اسماعيلي تاريخ إلي اسماعيلي أول فريق مصري فاز بالبطولة الأفريقية ودوري وكاس وفريق دايما كل الفريق اللي مكانت روح لإسماعيلي بتعمله أكتر من مئة ألف حساب لكن السنة دي الأمور مختلفة جدا شايف فرص الإسماعيلي في تعديل يعني مكانه إيه مش هلقولك من دقاء عشان دقاشق فرص ما في المية مية في المية طبعا التاريخ والإسم النهاردة جاي ملك التصريحات طبعا التاريخ والإسم ليه قيمة في الماتشات واللي جايه واللي بتلعب يا خلي بالك التاريخ وعلى فكرة أفضل حاجة عملوها اللعيبة اللي هي زي حسن عبد الربو يعني أه ممكن نختلف عليه في بعض حاجات لكن الناس اللي هي مس اللي هي تعرف قيمة النادر إسماعيلي هو ده وقتها حسنه اسم بير يعني عايز أقول لك الحاجة الخمس تلافج مشجع اللي هم ده خلي بقى ده تبقى معي بقى عشي شايف نتكلم عنه أنت بقى شوية ده نصتان من الجدول العشرة سلمات كلبات رب واحد عشر نقطة الاحداشر غزل المحلة واحد وعشرين الاثناشر النادر مصري بعشر نقطة 13 تحاد سكنداري 19 نقطة الاربعتاشر المقاولون العرب 17 نقطة الخمستاشر الجونة 17 نقطة الاسماعيلي في المركز 16 ب14 استركمباليا في المركز 17 ب11 مصر مقصر في المركز الأخير الو 18 ب10 شايف الاسماعيلي بين الاسماعيلي والجونة يعني الاسماعيلي لو ماتش واحد فانا هداف بس بلس سبعة وعشر يعني ما تقومنش عشان كده بقولك بكرة ممكن يبقى الاسماعيلي 17 17 و19 دنيا قريبا خلص قول لا قادرة لا قادرة في حارة الخسارة أعتقد برضو الأمور بالنسبان لا هو الاسماعيلي الاسماعيلي بكرة بعد موضوع الخمس سلاف مشجع واللي احنا شفناه من ماتش اللي فات لا ماعتقدش الاسماعيلي في اسماعيلي هيفقد بناط يعني ممكن ياخد بونط لكن يفقد تلاتة ساعة